شكراً للجنة المنظمة والأستاذ حكيمة خصوصاً على مجهوداتها أمتنوا لكم لهذه الدعوة وأسعد بتواجدي معكم وهذا ربما من حسن ظنكم فيه حقيقةً يعني لما دعيتوا لهذه الجلسة الطيبة كان المحور هو الفكري لكن رأيت خلال بعض المداخلات أن هناك كذلك تطلع لنقاش قضايا الاقتصادية في النموذج حقيقةً هذا لم يكن في الموضوع لكن ربما أخص لها الخمس دقائق الأخيرة لأن اختصاص الكلية هو أولاً شرعي وفي الأخير ربما في المناقشين كانت هناك أسئلة اقتصادية فعلى رحب الساعة التقرير أنا قرأته بتمعهم وبتأني وبتأداخله لتقريباً أربعة أيام من القراءة التحليلية ولذلك كان الهدف ديالي ليس أن وطبعاً قرأته بالفرنسية لأن التكوين ديالي أنا بالفرنسية من الحضانة إلى الدكتورة فحتى السيطاسيون سنترجمهم فربما تلقوا بعض العبارات التي يعني ماشية بالضبط كما في التقرير ولكن نحاول نترجمها فالهدف ديالي ماشي هو نقول لكم شنو كان في التقرير لأنه تقرير موجود وأنصحكم يعني بقراءة تقرير أكثر من الملخص لأنه الملخص عام لكن هذا فيه هو القراءة بين الأسطور بين السطور ولنجعل هذا التقرير يعني يتحدث في قضية الخلفية الفكرية لأن حقيقة يعني ليست هناك كثير من الناس قالوا لماذا يعني عندنا نموذج تنموي ولم نضع قبله نموذج حضاري لأن التنمية الاقتصادية تأتي خادمة للحضارة وللمجتمع فكأن هناك يعني قفزة إبستيمولوجية غريبة لكن حقيقة في القراءة بالتماع في هذا التقرير نجد أن هناك نموذج حضاري وهذا الذي سأقوله الآن هو من القراءة ما بين السطور وأكيد سيكون فيما أقوله بعض الأخطاء لأنه إنتاج بشري لكن هي محاولة كما هي المحاولات في المجال الفكري عموما والنموذج الحضاري الموجود في هذا التقرير يعني أزعم أنه مسلم أنه مسلم ولذلك كما عندنا في الأصول وهنا أتحدث تحت مراقبة الأستداء العبرة في الأعمال والمعاني للألفاظ والمباني فالذي يهمني أنا في هذا المنتوج هو الأعمال والمعاني ما هي الأعمال والمعاني وما هي حقيقة الخلفيات لأنه لا يوجد حقيقة خلفية فكرية واحدة وهنا ربما لا أعرف شوش يعني ربما هناك الفلسفة تدرس في هذه الكلية طبعا فربما الذين يدرسون الفلسفة قد يتفاعلون أكثر مع هذه التدخل أو يستدركون عليه الكثير إذن التوصيف في التقرير ممتاز التوصيف لدياغنوستيك يعني التولة الأول من التقرير تقريبا فيها 51-60 صفحة جيد لماذا؟ لأن سبقته تقارير كثيرة مثلا الفيزيون 2015-2030 النظرة 2015-2030 للتعليم أصلا أتت لنا بتوصيف ممتاز حول إشكاليات في التعليم غير أنها أغفلت أهم شيء وهو أن تقول لنا كيف سيكون المجتمع في 2030 فأنتجت لنا تقرير ممتازا تقنيا واضح المعالم من ناحية البداغوجية والهندسية لكنه ينطبق على إشكاليات 2015 لا ينطبق على إشكاليات 2030 في هذه اللجنة هناك بعض العضاء كانوا من الاختصاص ديالهم الذي نعملون في الاستشراف يعني كان في التعليم فعلى الأقل كان هناك استشراف في هذا الجنة كما تفضل الأستاذ قبلي الأمنيات كثيرة الأمنيات كثيرة وهنا ربما نرجع لها في الفقرة الاقتصادية ونقدر نتفق مع تقريبا 90% الأمنيات لأنها كلها جميلة وجيدة لكن الأجوبة أو كيفية الوصول إلى هذه الأمنيات لإنسان كما كان قوله في فرنسي لا يمكن أن ندركه كيف سنوصل إلى هذه الأمنيات ربما يسند هذا للحكومات والأحزاب بعد ذلك وأبدأ إن شاء الله في المحور المباشرة أول شيء أنا يزيجني كثيرا عدم وجود فقيه يمثل المذهب المالكي في اللجنة وإن كان ربما بعض الأستاذ لا يزيجني كثيرا خصوصا أنهم تحدثوا عن المذهب المالكي وليس هناك أي ممثل للفقه المالكي يعني عالم معترف به في المؤسسات وفي المغرب فتحدثوا عن القيام الدينية والفلسفة الدينية والفقهي لآخره ودخلوا في قضايا فقهية فرعية مثل التعصيب مثلا يعني مسألة فرعية دقيقة دخلوا فيها بالتفصيل فأنا بالنسبة لي هذا خروج عن كما أقول بالعربية بمعنى خارجوا عن معلناش مفهوم إذن أول شيء أقول بالنسبة لمجال الفكري هذه الخلفية الفكرية إلا بغينا نفهموها هي حقيقة غير مذكورة يعني ما كيقول لكش حنة الفلسفة دينا أو الخلفية الفكرية دينا هي هذه أو هذه أو هذه لكن القراءة بين سطور كساطينة أنا اللي لقيت هما يعني أربعات خلفية مهمة للمشتغل بالفلسفة يعرفوها جيدا ويعني تتبلور من خلال الفقرات وترجع عموما إلى لا يمكن استحضارها أو فهم يعني البعد ديالها لما أرجعناش للفلسفة ديال ويليام بنثم لهو تقدم جون ستورت ميل في قضية الفلسفة النفعية والتي سطرها نيتشي كذلك من ناحية المنظومة القيمية أولا أنا للملامح التي وجدتها وأول خلفية وأظن أكبرها وإن شاء الله يكون مخطئا هي الملامح نحو مجتمع يرتكز حول البعد المادي أولا دون نفي الأبعاد الأخرى بمعنى كاين عندنا كنشوفوا بعض الملامح ديال الحداثة الليبرالية تدخل وتتبلور في بعض الفقرات من هذا التقرير مثلا في صفحات سويدو السبعين كنلقوا الإدماج يعني إدماج الشخص أو الإنسان أو المواطن من خلال أولا التنمية ثم العمل ثم المواطنة ثم الروابط الاجتماعية ركزوا معي أول شيء أول معطى أعطي لنا لإدماج الإنسان في المجتمع هو التنمية والعمل إذن الإنسان هو أولا كائن عامل منتج كائن عامل منتج ولهذا إذا رجعنا إلى الفلسفة أو إلى علوم الاجتماع خصوصا سان سوليو في فرنسا الذي درس ظاهرة الاندماج من خلال العمل يجد أن الإنسان إذا فقد عمله صار مهمشا في المجتمع لماذا؟ لأن أول قيمة للإنسان هي العمل إذن إذا فقد العمل صار مهمشا في المجتمع وهذا ربما كيف سرنا واحد شيء الذي نشوفه من خلال تعاطي النموذج التنموي الجديد مع المسنين فكل ما ذكر المسن في النموذج التنموي الجديد ذكر لأن يساعد ماديا يعني المسن يذكر كإنسان يجب أن توفر له الدولة واحد مجموعة ديال احتياجات المادية فإذن المواطن هو أولا منتج وهنا كنت حفو ذاك الجدالية المادية ديال هيكل وديال ماركس ديال أصلا جميع المبادئ الفكرية والإديولوجية والقيمية تأتي من خلال يعني لغبغ العلاقات ما بين القوى الإنتاجية إذن الإنتاج هو المركز ديال المجتمع هذا شيء كنشوفوه يعني نعطيكم مثال اليوم كان الدكاء الاصطناعي الدكاء الاصطناعي كان نطيعه في موديلات أخلاقية مثلا عندنا سيارة وفيها الأوتو بايلوت طيب الفراميل عطلت وعندنا جوج ديالأشخاص قبلنا صغير ومسين وما كانش خيار تالي من سنقتل ما كانش خيار تالي مستحيل لما وضع هذا السؤال لأن هذه معضلات أخلاقية فلسفية كبيرة جدا ولذلك الإنسان لما كانش دارس يعني الفلسفة سواء منظرها الغربية أو الإسلامي لا يدرك هذا المسائل وهذا المسائل ربما مجرد يعني أسئلة اجتماعية بالنسبة لي فوجدوا أن في الغرب جل الأجوبة تميل إلى قتل من؟ موسيقى وفي الدول الشرقية مثلا في كوروناملك يكون عندنا خمسة ديالأسيرة وعندنا عشرة ديالأسيرة يعني نميل إلى هذا في الدول الشرقية الأسيوية وربما الإسلامية نميل إلى قتل طفل لماذا؟ لأن من منظور المجتمعي الطفل هو رجل مستقبلي منتج إذن ماديا هو نافع للمجتمع من منظور الفلسفة النافعية الطفل سينفعنا الشيخ من منظور المادي انتهى صلاحيته وأعتذر عن هذا التعبير لكن من ناحية الفلسفية المادية من منظور المادي الاقتصادي المحض هذا الذي يقوله مجموعة من الفلسفة الماديين في الدول الشرقية لا لأنه ينظر إلى الشيخ أولا من مكانته الاجتماعية من خبرته من علمه من مكانته الأسرية من هيبته من التعليم والفائدة التي يمكن أن ينقل طيف للمتوحدة جميلة أخر يعني منظور مختلف تماما فهذا فقط مثل لتوضيح القضية وأوضح القضية الخلفية المادية من المنظور الثاني قضية المساواة بين الرجال والنساء قضية من منظور الحركات النسوية هي مسألة عقدية وكذلك نحسو بهذا الجانب في التقرير لكن هناك جملة توضح لنا ما هو الهدف الحقيقي ولذلك يقول بعض الناس أن الحركات النسوية هي بيضق في يد رأسمالي ولذلك نجد جورج صغوس وهو رأسمال مستثمر كبير يموّل في من كيف يعني؟ ما العلاقة؟ عندنا واحد الجملة كتبين هذا المسألة تقليص الفوارق بين الرجال والنساء سيزيد لنا في التشغيل وزيادة في النمو تتراوح بين 0.2% إلى 1.95% هذا هو الباعث الباعث مادي قبل الباعث العقدي أو الفكري إلى آخره هذه الخلفية الأولى المادية طبعاً لا يمكن لها أن تجد ميدان لأن تمارس إلى ما كانت واحدة خلفية اجتماعية الليبرالية كيف؟ يعني الخلفية الليبرالية كتعطينا أننا كنكون من بعد نفس البعد من جميع الخلفيات الفكرية والفلسفية إذن كل شيء ممكن إذا اتفق عليه الجمهور هذا كذلك يدخل في الفلسفة النفعية ولهذا نقرأ بعض عبارات مثل تقديس الحرية الفردية في صفحة 13 أو ترسيخ الحرية الفردية والمجتمعية في صفحة 74 الخلفية الثالثة هو نوع من الإنسانوية الجديدة الحركة الإنسانوية هي حركة ظهرت في القنط 16 لتثورة على المؤسسات الدينية فبعد أن كان العالم يدور حول التعاليم الإلهية صار العالم يدور حول المنفعة البشرية إذن هذا اليومانيزم كنتسمى الإنسانوية فهذه الإنسانوية الجديدة تضع الإنسان وسط المجتمع كيف؟ لما نقرأ عن القيم التي يجب أن نستلهمها في المواطنة ونستلهم وجودها في الخلفية الدينية مثلاً المعاملات التي تطابق المواطنة مثل الصدق الاحترام التعاضد الاجتماعي إلى آخره فالمهم عندنا في هذه القيم ليست خلفيتها الدينية وبأن وراء هذه القيم حسنات وسيئات لا المهم عندنا هو أنها تنفع تنفع ماذا؟ تنفع المجتمع وتنميته الاقتصادية ولذلك المسألة الدينية في هذا تقرير عموماً لا تؤخذ من جانب كونها شيء فوق المادة أو يفوق الأبعاد المادية لكن من خلال القيم النفعية التي من الممكن أن نستلهمها من الدين القيم النفعية التي من الممكن أن نستلهمها من الدين والمهم عندنا في القيم ليس المرجعية الدينية بل الجانب الموطني والكوني الذي هو في آخر المطف المعيار الكلي لهذه القيم ولذلك الاختلاف يجب أن يحترم لذاته يجب أن يحترم لذاته وهذا الاحترام للاختلاف لذاته هو يأتي من هذا التمحور الذي نجده في الفلسفة الليبرالية حيث بما أن الناس تختلف في أفكارهم وليس هناك معيار مطلق ليس هناك معيار مطلق للقيم فنحترم جميع الخلفية والقيم طيب من ناحية المجتمع نجد أن في هذا التقرير عموما مسألة الدين والتدين تذكر إما من جانبها النفعي يعني من ناحية القيم التي من الممكن أن تنفعنا للتنمية الاقتصادية أو للانتقاص منها أو نقص هذا الجوانب مثلا العبارة ديال صفحة 121 تقويم أو ترسيخ الحقوق بالموازات مع المبادئ الدستورية بناء على قراءة تاريخانية للنصوص بين قوسين اجتهاد طبعا هنا في الأصول كذلك أتحدث تحت مراقبة الأستداء العبرة بعموم المعنى لا بخصوص اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن القراءة التاريخانية يبدأ تنتشر الآن في الأوسط الإسلامية تعطينا أن العبرة بخصوص السبب العبرة بخصوص السبب فكذلك هناك مثلا جانب من هذا الجوانب اللي هي عندها خلفية دينية نشوفها مثلا في واحدة عبارة صفحة 40 حيث نقرأ المرأة أولا تعتبر يعني المجتمع يعتبر الآن المرأة من خلال دورها كأم وزوجة من خلال دورها كأم وزوجة فيما لا يعترف لها بحقها في الوصول إلى أهدافها وتطلعاتها ومساهمتها في خلق الثروة ومساهمتها في خلق الثروة يعني المجتمع حاليا ينظر إلى المرأة من خلال أولا دورها كأم وزوجة ولا يعترف لها بحقها في المساهمة في خلق الثروة والوصول إلى تطلعاتها لكن المهم في الجملة التي هي من بعد منها مباشرة تغيير هذه التصورات تغيير هذه التصورات سيأخذ وقتا طويلا ويقتضي تغيرا في العقليات إذن أصلا هالتصورة ستغير ستغير لكن قضية قضية وقت وفقاش وكيفاش فالدور دي المرأة والزوجة لماذا يبخص؟ هذا أصلا في الإسلام أنه دور عالي جدا بل الأم أكثر من الأب إذن هذه الوضعيات المعنوية الغير المادية التي عندنا في خلفيتنا الدينية عموما كأنها توضع جانبا ونقرأ كذلك في سبحان 21 كذلك يجب أن نسير ببعض الإشكالات المجتمعية قدما مثلا الإجاد مثلا المكانة الاجتماعية للأمهات العازبة مثلا تسويج القاصرات مثلا الولاية على القاصرين والقاصرات إذن هذه المسائل الاجتماعية المطروحة يجب أن نمضي بها قدما فلا نقرأ ألبت في التقرير أننا يجب أن نمضي قدما بالمبادئ الشرعية أو الدينية إلى آخره بالكل هكذا اللهم إلا إن كانت لها منفعة يعني اقتصادية مادية وهنا أحيلكم على ما تقرأونه في قضية التعصيب حيث يقول تقرير سبحان 21 يجب أن تعطى أن تسند الولاية للأبوين في إطار هذا النقاش حول الإرث يمكن أن نعتبر أن التعصيب لا يصبح شيئا تلقائيا لكن نعطي ونسند تطبيقه للقاضي أي يطبقه أم لا حسب الحالة يعني حالة حالة من خلال معايير ترجع إلى مسؤولية الذي يطالب بالتعصيب يعني العمل الذي سيستفيد من هذا التعصيب وهل يعني سيحافظ على الوارثين الآخرين كما تعلمون يعني على الوارثين مثل ذلك فعوض أن نلغي هذا الحكم الشرعي ونسند تطبيقه إلى القاضي كان من الممكن أن نقول هذا الحكم الشرعي بما أن مقصده هو أن يحمي الوارث الوارثات الأخريات فنطلب من القاضي أن يسهر على تطبيق هذه الحماية قضائياً عوض أن نلغي هذا الحكم ونسند تطبيقه إلى القاضي حالة حالة نقول هذا الحكم موجود لكن مقصده لكن المقصد مقصده يجب أن نحرص على تطبيقه لنكون متطبيقين مع هذه المسائل لا أعرف وش الآن عندي خمسة دقائق الاقتصادية أو لا طيب كلمة اقتصادية لأننا كانوا بعض التطلعات بعجلة بعجلة أولاً في التقرير كما قلت يعني الأمنيات ممتازة جلها جلها جل أمنيات ممتازة توصيف ممتاز لكن أنا كاقتصادي ماذا أقول والاقتصادين عمماً يدرسون هذا وعرفون هذا كان خدموا في بمعنى نحن نوصل للنفعية الأكبر نحن 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 بأقل تكلفة إذن مليكاً نقرأ هذا التقرير يخيل إلينا أنه كان واحد لخمسة مليار دولار محتوطة كتسننا في المغرب وتحتاج فقط إلى أن تنفاق ولذلك أنا صراحةً من قرية هذا التقرير يعني تعبت أولاً في تحليله لكن تعبت وأنا أبحث عن كيف سنطبق هذا التقرير كيف سنموّله تقرير في مئة وسبعين صفحة لم أجد الجواب إلا في صفحة مئة وخمسة وخمسة حيث قال التقرير ولا مناصة من زيادة الديون العمومية على مدى القصير صفحة مئة وخمسة وخمسة وكذلك زيادة الديون بل واللجوء إلى الأسواق المالية لزيادة الديون وكذلك توسيع رقعة الديون الخاصة لدد بخيفي بمعنى تمكين الشركة من إصدار سندات إلى غير ذلك بل توسيع رقعة إسناد تسنيد الديون التي تدخيزها سندولادات وهذا اللي جب الولايات المتحدة في 2008 إلى أزمة خانقة خانقة العالم لسنوات هو قضية تسنيد الديون فتمويل من الديون أولا ثم من الضرائب حيث يعني أقول هذا المسائل ديون كان في صفحة مئة وخمسة وخمسين صفحة تسعين وصفحة مئة وخمسة وخمسين الضرائب يعني زيادة زيادة توسيع رقعة الضرائب من خلال إدماج لانفورميل أو النظام غير المهيكل لكن ولا كلمة عن الزكاة أو عن الاقتصاد التشاركي أو عن لأن المشكلة الكثير من المفكرين في الاقتصاد أنهم في ثنائية صنعت لهم بين الليبرالية والكينزية المستمدة من الاشتراكية أي نموقع فكرنا الاقتصادي من خلال قضية الدولة هل نريد أكثر دولة وأكبر دولة أم نريد الدولة أن تبتعد من الأسواق في حين نحن في الحضارة دينا عندنا الميدان الذي كان في الحقيقة يموّل تعليم الصحة وهو الأوقاف والذي يمكننا من صناعة النمو بدون ديون وكذلك وكذلك أننا في الاقتصاد التشاركي لدينا السكوك والتي تمكننا من النمو دون ديون بالمشاركة فزيادة الديون الربوية طبعا وزيادة الدرائب كذلك إدخال قضية تأدية رسوم تسجيل في التعليم العالي يعني الناس اللي غيرتقيدوا في التعليم العالي في بعض الجامعات غيرتوا يخلصوا رسوم تسجيل حسب الوضعية الأسرية ديالهم وأكثر شيء غريب هو قضية أننا نبني وهذا النمو هذه الفرضية كلها على نمو معدله 6% ببتداء من 2025 و 7% ببتداء 2030 وهو معدل نمو يعني من ناحية اقتصادية لم يسبق للمغرب أنه كان عنده سنوات فيها معدل نمو في حالها متتالي وبالتالي يعني يصعب الوصول إليه فعموما هذه كلمة اقتصادية سريعة و كما أقول يعني أفوكس دوولو أخطو فار ونفيني بغنرغيان فار لا يمكن نفعل كل شيء لا يمكن نتمنى كل شيء عندنا مقدار مالي بسيط خصنا نعرف الأولويات والنموذج التنموي أنا تكلمت مع الناس في اللجنة قال لك عمدا لم نختر أي أولوية عمدا لأن كل شيء يقول لك أولوية كيفية عن التعليم كيفية عن الأولوية كيفية عن النقل كيفية عن الأولوية كيفية عن سيحة كيفية عن القطاع الشمائية كيفية عن الأولوية وهذه صراحة أصعب شيء هو تقول هذه الأولوية عندي عشرة درهم ومية درهم دي الأمنيات دي المشاريع هذي عشرة درهم لعندي فين غن درها وهذا هو السؤال الأصعب في الاقتصاد وسمحوا لي إلى طول شكرا للأستاذ الفاضل